قال كمان إنه إحنا بنلعب كرة القدم من أجل النجاح والمتعة وإحنا عارفين قد إيه درجة تشوق جماهير النادي الأهلي المباراة الكبيرة دي الأهلي وبارن ميونيخ وقال كمان موسيماني إنه هو بيصق في فريقه جداً وبيؤمن باللعيبة جداً بشكل كبير وأكد إن فريقه في أخطاء أكيد ولكن البارن كمان ليهم أخطاء وهي دي كرة القدم في كل دول العالم وقال إنه جميع عن دية القارة الإفريقية بتتمنى إن هي تكون مكان النادي الأهلي دلوقتي وإن هي تخوض نصف نهائي كاس العالم الأندية أمام بطل أوروبا ويمكن الصحف العالمية الحقيقة يعني صلطت الدوق على كلام موسيماني اللي دايماً كان بيدرب مثل بين الكرة كرة القدم فيها كل حاجة ممكن تحصل زي ما لستر سيتي خاد الدوري الإنجليزي قبل كده وقال إن دي حاجة ممكن ما نشوفهاش مرة تانية ولكن حصلت وعشان كده كل شيء جايز في مباراة بكرة ولي نروح بعيد بيرن ذات نفسه السنة دي خسر في بطلت الكاس من فريق مغمور فريق اسمه هوشتاين وهو بطل أوروبا وهو بطل ألمانيا وخسر في مواطشات الدوري من فرق أعتقد إنه إذا إسناها بالورع والألم نجد إن النادي الأهلي يمكن يكون أكتر منها قوة زي مونشن جلادبخ صحيح هو فريق عليق وفريق صاحب تاريخ كبير وبالتأكيد عنده مواهب وعنده إمكانيات لكن أنا بشوف النادي الأهلي إذا قارنته بمعظم الأندية في الدوريات الأوروبية الكبيرة زي مثلا البريمير ليج أو البونز ليجا أو الكالتشو لا النادي الأهلي يمتلك إنه يكون دايما في الصفوف الأولى